يا بش مهندس أنا لازم أهنيك طبعاً على الجونة ولازم أتجي يقول لحياتك أن محدش بيدخل المكان ده غير ما بيحس بكمية بازلتف انجي رهيبة ومن كتر بالناس سعيدة هي اللي بتطلع البازلتف انجي مش المكان السنة دي اختيار أفلام كتيرة تكريمات فيه كمان فعليات كمان مختلفة إزاي اشتغلتوا على الدورة التالية شوفوا كل القايمين بالعمل استفادوا من تجربة السنتين اللي فاتوا وكل سنة الكلام مع المخرجين ومع المنتجين ومع الممثلين نفسهم بيديهم دفعة وبيشرح لهم إيه اللي ناقص وإيه اللي ممكن يعملوه أحسن وإيه اللي ممكن يعملوه زيادة فده وضع طبيعي إننا كل عائل عنده سنة مش زي عائل عنده ثلاثين يعني بس ولأ ده بيبي أمر حياتك أنا عرفة أن انت بيكي قوي وبتاخد بالك من التفاصيل إيه اللي انت شوفته الدورة يفاتت قلت له مش عايزة أشوفه في الدورة التالتة الألوان اللي كانوا مننورين بيها المارينة إيه تاني لا وكان فيه إيه تاني آه المدخل بتاع القاعة نفسها ما كانش يعني كفاية بس سنادي أنا أعتقد أنه أشك بكتير والسنة جاء بقى إن شاء الله يكون في قاعة المؤتمرات الجديدة اللي احنا ابتديني نشتغل فيها وإن شاء الله المهرجان السنة جاء هيكون هناك وده هيعمل دافعة تانية خالص لأن يعني أنا شفت مهرجانات كتيرة مفيش في العالم قاعة ترجمة نانسي قنقر